الجرح كده كده موجود أنا أستقص الحاجة من جوه الجسم فالجرح موجود لكن عايزين النهاردة نوضح لهم ونفهم لهم ايه هي المميزات اللي ممكن تكون بيقدمها لنا جراحة المناظير جراحات المناظير التفرة فيها ان احنا بيبقى منسميه التدخل محدود او ترمي في الجراحة بنسميها المينما الاكسيسف سرري يعني الجراحة ذات التدخل المحدود اللي هو احنا ليه نفتح البطن كلها او ليه نعمل شق العضلة لما احنا ممكن نعمل فتحات صغيرة جدا كل فتحة تقريبا نصف سنتي نعمل عن طريقها العملية مميزات المنظر كتيرة جدا زي ما قلنا الجروح بتبقى صغيرة جدا ففرصة ان هي يحصل فيها تلوث او عدوة بتبقى ندرة مفيش قلم كبير بعد العملية الجروح بتبقى صغيرة التعافي بعد العملية بيبقى أسرع بكتير الجرح بيعيق الحركة كلما الجرح يبقى صغير كلما الانسان يرجع لعمله الطبيعي بفترة أسرع يقدر يتحرك بفترة أسرع يقدر يخرج من المستشفى على طول ما يقدرش يعني يقعد في المستشفى فترات طويلة زي العملية القبل كده فرصة ان هو الشكل الجمالي للجروح بها أفضل الجراحة التقليدية بيبقى فيها شق العضلة بيبقى فيها ألم أكتر بكتير فيه احتمال كبير للتلوث فيه احتمال كبير طبعا ان يحصل فتء جراحي أو ندبات مكان العملية القديمة أو التساقات يعني الجراحة التقليدية كان زمان في العصور القديمة وحتى يعني لازلنا بنواجه المعلومات المغلوطة دي دلوقتي انه فيه فكرة ان الحاجة لازم تتمسك بالإيد عشان نقدر نحكم عليها كويس او نقدر نعمل عملية كويس بالضبط التعبير ده مش ضقيق خالص ومش صحيح خالص بالعكس المنظر بيقدر يكبر الصورة أضعف يعني يقدر يكبر الصورة أكتر من 30 ضعف فتبقى الرؤية فيه لكل التفاصيل أضق بكتير جدا التدخل بتاع المنظر هو التدخل محدود مفيش منبيوليشن أو مفيش تعامل مع الأنسجة بعنف فده بيخلي الالتساقات أقل بكتير مقارنة بالجراحة التقليدية الألم أقل بكتير فرصة انه يحصل فتئ داخلي او يحصل انسداد معه ونتيجة التساقات او في البنات والسيدات انه هيحصل التساقات في الحود تأدي لعدم الإنجاب او تأدي لتيبس في الحود بنسميه فروزن بيلفز دي بتبقى نادرة جدا جدا مع المنظر فالمنظر هو الأفضل طبعا هل الوقت يا دكتور بيفرق يعني هل مثلا المنظر بياخد وقت أكبر من الجراحات التقليدية او العكس كوقت العملية نفسها لا اعتقد ان المنظر طبعا بياخد وقت أقل مقارنة بالجراحة التقليدية او لان الدخول للبطن بيبقى أسهل وأسرع عن الفتح وفي نفس الوقت بنعمل العملية بعد ما بخلص العملية برضو الجروح ما بتاخدش وقت تأفيل كبيرة بجروح كلها صغيرة فالمنظر طبعاً الوقت بتاعبه أقل مقارنة بالجراحة التقليدي